قناة فرسان التحدي تقدم لكم برنامج حكايات مع حفصة أهداد وتقديم حفصة عبدالقادر حبايبي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكايات مع حفصة على قناة فرسان التحدي وحشتوني قوي من الحلقة اللي فات قصتنا النهاردة عنوانها الغرابان الخاصران كان يا مكان كان فيه غرابين وقفين فوق شجرة عالية وكان معاهم حتة جبنة بيتخنقوا عليها كان واقف تحت الشجرة تعلب مكار فجيه وسألهم ملك يا غربان بتتخنقوا على إيه ردوا عليه وقالوله بنتخنق على حتة الجبنة دي فرد عليهم وقال لهم خلاص أنا عندي الحل هتوها هقسمها أنا عليكم فقسمها تعلب نصين بس خلق نص أكبر من نص فقال لهم أنا آسف يا غربان أنا غلطت في الاسمة فهاكل حتة من النص الكبير عشان اللي اتنين يبقوا متسويين وبدأ التعلب المكار يصغر حتة جبنة عن التانية وكل مرة يقول لهم معلش هاكل حتة من الجزء الكبير عشان يبقوا الاتنين قد بعض وفضل يعمل كده لحد ما أكل القطعة كلها وسبهم وجري ولما شافوا التعلب سبهم وجري قال الغراب الأول احنا شكلنا غلطنا لما قررنا ندخل حد في مشاكلنا رد عليه الغراب التاني وقال له شفت ده أكل قطعة الجبنة كلها ياريتنا ما كنا دخلناه في حل المشكلة من الأول فعلا احنا لما دخلناه بنا طلعنا احنا الاتنين خسرانين ومن يومها يا أصحابي الغربان دول قرروا ما يدخلوش أي حد في حل مشاكلهم وبكده تكون خلصت قصتنا وإحنا كمان يا أصحابي لو في بنا مشكلة إحنا وأي حد قريب مننا نحاول نحلها مع بعض لإني مش كل اللي هندخلوا من براها يحل ممكن حد يحل وللأسف حد تاني يوقع ما بيننا ويخرب الدنيا اتعوضوا يا حبايبي تحلوا مشاكلكم بنفسكم ولازم تعرفوا أن برضو حل المشاكل بنفسكم ده جزء من الاعتماد على النفس وبكده تكون خلصت حلقتنا من برنامج حكايات مع حفظة استنوني في حلقة جديدة وكسة جديدة إلى اللقاء